بالنسبة للمرأة العاملة بحكم أنني كنت واحد النهار مرأة عاملة وكنت واحد النهار ديري يوتيوب ومن بعد درت برو جراسي معي يوتيوب هي في الصراحة هي حاجة ماشي سهلة لكن بتنظيم الوقت تقدري توصلي لأشي نبغيتي وديري أشي نبغيتي وهذه بالتجرب لأنني أنا كنت ديرها مني كتنظمي وقتك كي سهل عليك بزاف الحواج مني كتنظمي حياتك كتنظمي الحواج اللي عندك في الدار كي سهلة لك مثلا غيص وارتك لك تي عارف فين حاطهم في العود ما تاخدي مثلا خمسة والعشرة دقيق باش بدي تقلبي عليهم في الدار غاتمشي نيشن تهزيهم فين حاطهم وغتخرجي يعني مثلا حويجة كي لو جديهم الليلة اللي انتي في العود ما الغدليها تبقى يتقلبي أجنو تلبسي توجديهم ليلتها الغدليها غتجيو غتجيو غتجي يعني شوفيش حالك توفري اض الوقت مثلا الأكل ديالك من الأحسن ديلي الأكل اللي ديني مثلا الخضرات تقطعيها وتوجديها ديلي الأكل تعسيمانا مثلا جيو تحطي هادشي كل شي كي سهل عليك الحياة ديالك وكي سهل يعني ما تبقى لاقيها داك القادية تع أنني مرأة عاملة ما غنهتمش براسي ما غنضير بزاف الحواج لا تقدري تكوني مرأة عاملة وتهتمي بنفسك وتهتمي براجلك ووليداتك ودارك وكل شيء يلاش ديتي ورقة وستيله فقط وقيتي أشنو تقديري ودرتي عرائد وقسمتي الأولويات من التانويات يع يعني حاجة اللي يخصين بدأ بها والحاجة اللي يخصين خليها من بعد إن شاء الله غتوصلي لقاعدك شي اللي بريسي وغتديري قاعدك شي اللي بريسي تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديرو أبوني فلاشين يوتيوب